توصل مدرية الطب البيطرية بقناة تنفيذ الحملة القومية لتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأنغام بجميع قرى ومراكز المحافظة والتي انطلقت في منتصف الشهر الماضي قال مدير عام الطب البيطرية بالمحافظة بأنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن تحصين نحو 51401 رأس ماشية وأغناب من إجمالي عدد الحيوانات بواقع 68% من المستهدف تقوم مدرية الطب البيطرية بقناة بتنفيذ الحملة الأولى في هذا العام لمكافحة مرض الجلد العقدي وهذا المرض من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار وهو يسبب خسارة اقتصادية كبيرة جدا ولذلك تاهمي الدولة الاهتمام الكبير بتحصين حيوانات المحافظة بالكامل وذلك لإيقاف حدة هذا المرض بعد انتشاره والحمد لله رب العالمين نحن السنة الثالثة على التوالي الامتظر عندنا بقرة مرضية لهذا المرض وحتى الآن بدأت الحملة في 22-21-2022 وهذا اليوم يعتبر من بداية الأسبوع الرابع للحملة وقد حققنا ما يقرب حوالي من تطعيم 50 ألف حيوان من رؤوس الأبقار والماشية والأغنام ترجمة نانسي قنقر